حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا معه عشرين ليلة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا من تركنا في أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلبة قال جاء أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام قدثنا محمد بن أبي عادي عن سعيد عن قتادة عن نصري بن عاصمين عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بها فروع أذنيه حان إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وقال مرة فأقيم ثم لي أمكما أكبركم قال خالد فقلت لأبي قلبة فأين القراءة قال إنهما كان متقاربين حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا أبان قال العطار عن بوديل عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث قال زارنا في مسجدنا قال فأقيمت الصلاة فقال وأمنا رحمك الله فقال ليصلي رجل منكم قال فلما قضى الصلاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار رجل قوما فلا يا أمهم يا أمهم رجل منهم حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان بن يزيد العطار عن بوديل بن ميسرة العقيلي قال حدثني أبو عطية مولا مننا عمالك بن الحويرث قال كان يأتنا في مسلنا فقيل له تقدم فصل فقال ليصلي بعضكم حتى أحدثكم لما لم أصل بكم فلما صلى القوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم ليصلي بهم رجل منهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مصر بن عاصمين عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي به ما فروع أذنيه ترجمة نانسي قنقر